اشتركوا في القناة فإن الله عز وجل قد ذكره في الكتاب وفي السنة فقال في الكتاب ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال كل شيء هالك إلا وجاء وجاءت أدلة كثيرة من السنة في صفة وجه الله عز وجل وفي ذكر صفة وجه الله عز وجل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يؤسر له لذة النظر إلى وجهه الكريم وكما جاء الدعاء في دخول المساجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ولهذا قال الشارح هنا هذه الآيات فيها ذكر صفة من صفات الله التي تكاثرت الأدلة على إثباتها في الكتاب والسنة ويجب الإيمان بها وإثباتها لله عز وجل ودحظوا ومنعوا التأويلات التي تخرجها عن حقائقها في الكيفية ونفي التمثيل والمشابهة بين صفات الله وصفات خلقه وهذه قواعد عامة في كل صفات الله عز وجل فهي لا تمثل بصفات المخلوقين لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء ولا تحرف معانيها بتأويلات باطلة كما حصل من أهل البدع في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة الثلاثة وهنا الأمر واضح في هذه الآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه ثم ذكر صفة اليد لله عز وجل وذكر جملة من الأدل على إثباتها مما سياته وصفة الوجه لله هي من الصفات الذاتية والله أثبت لنفسه وجها كما أثبت لنفسه يدين وكما أثبت لنفسه شائر الصفات الذاتية كالسمع والبصر ونحو ذلك وكما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم عينين فصفة الوجه من جنس تلك الصفات التي وصف الله بها نفسه وهذه الآيات التي فيها الصفات يجب أن يصدق بها وأن يؤمن بها لأن باب الصفات باب واحد لا فرق فيه بين صفة وصفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر